هنتكلم النهاردة عن ضباطات المخ والشلل النصفي. الشلل النصفي يعني نصابة اليد والراجل. كل ما بديبجأ بدري بيكون احسن عشان نظرية الجلسة بتاعتنا معتمدة على العلاج المكسف المبنى على النظرية اسمها يعني هي علاج مكسف يعني علاج ما يقلش في اليوم عن ست ساعات. ويعني ايه ما يقلش في اليوم عن ست ساعات? يعني آآ بنشتغل علاج يدوي. علاج آآ علاج يدوي. تدريب على المشي. علاج لكل عضلة لوحدها. علاج بالاجهزة. ليه تحفيز العضلات وتمشيط الدورة الدموية. ونخلي يحصل حاجة اسمها يعني المخ يرجع يتسج بالاعصاب وبالعضلات من اول وجدين. ده معنى ان احنا آآ بنعمل علاج مكسف. ليه ست ساعات يومية يا دكتورة? علشان كل مبادل المخ اشارة لفترة طويلة. المخ بيضطر غصب عنه ويخفز الحركة. دي اسم حاجة اسمها في ينيه عندنا مشكلة تانية اللي هي مشكلة تيبس العضلات. تيبس العضلات دي بنعملها باي? بنعملها بحاجة جهاز امريكي اسمه او الحقن الايوني. بندخل مواد مالهاش اضرار زي البوتوكس ان التيبس يرجع تاني. بدخلها جوه الجهاز. والحاجة بيجيتكن جوه الجهاز. والجهاز هو اللي بدخل ده. ودي وسيلة من وسائل العلاقة الطبيعي العلاق. تيبس العضلات. وملهاش اي اجرار جانبية. اه وبتشيل تيبس العضلات. وبعد تأثير ده بيحصلش التيبس يرجع تاني زي البوتوكس. المفروض من ضمن العلاق بتاعت الجلاطات. ان احنا برضو لو عيال الجلاطات اسكرت على الكلام. المفروض ان احنا لازم الاول نشكل عضلات الكلام. علشان العيان يعرف يتكلم. قبل ما يوخ للتخاطب. احنا معنا الحالات. ما شاء الله فضل الله. هتشوفكم فيديوهات كتيرة لكده. اصلا نتكلم وانو يا اخر دكتور التخاطب. مجرد ان احنا علينا التيبس بتاعت عضلات الكلام وعضلات اللسان. في عندنا مع عضلات الكلام وعضلات اللسان فيه عضلات البلع. ان العيان يكون عنده حاجة اسمها مش قادر يبلع. برضو دي بنعالجها عن طريق الحان الايوني او جهاز التأيض بنعالجها بالضريقة دي مع تمارين معينة اجهزة كتيرة بتعمل تنبيه وتمشيط لعضلات البلع. هنوريكم فيديوهات كتير لعيانين كتير معنا. ماشيين وبيتحركوا. كل ما هتبدأ بدري. كل ما النتائج ان شاء الله تكون افضل. تحياتي دكتورة رانيا السيد عبدالعليم. استشاهد دكتور العلاق الطبيعي للمخوة الاعصاب. بشكركم اشتركوا في القناة